أصداء ما بعد مباراة التراجي وسداد الفرقة التونسية الأخرى أو فريق النجم السحلي بالأخص لمباراة الأهل القادمة في دور قبل النهاء إن شاء الله يوم الحد القادم معايا على الهاتف أستاذ علي عثماني صحفي من تونس بسيطة خير عليك أستاذ علي بسيطة خير كبتن تحية ليك وتحية لكل المشاهدية قناة الأهلي والجماهير المصرية تحياتنا ليك وتحياتنا للشعب التونسي وجماهير التونسية بكل تواقفة سوابها تراجي أفريقي صفقسي نجم سحلي ولكن في الآخر إحنا إخوات ولكن هي منفسة شريفة يعني خبر أمامنا استقالة حمدي المؤدب من رئاسة فريق أو رئاسة نادي التراجي يعني ده أصداء تقريبا مباراة الأهلي والتراجي الأخيرة بالضبط هي مفاجأة كبيرة بمثابة القمبلة اللي انفجرتنا اليوم في توليس التراجي الرياضي تونسي أمس البارحة يعني استعمت أخرى يعني تربت لنا أخبار يعني بالصفة بنسبة كبيرة أنه التراجي سينهي علاقتها بالمدرر فوزي البزرتي بالتراضي يعني تعرف عقد فوزي البزرتي كان من بين البنود في العقد يعني يصل على أقل شيء نصف نهاية دور الأبطال يعني ما وصل يعني بصفة أوتوماتيكية يتم إرغاء التعاقب بين التصريفين ولكن اليوم في الظهر يعني المفاجأة الكبيرة التي حصلت هي إعلان التراجي الرياضي تونسي على موقعه بصفة رسمية استقالة رئيسه سيد حمد المدب وهي استقالة رسمية كتابية كان أرسلها حمد المدب مثال يوم لإدارة التراجي الرياضي تونسي وأعتقد أنه مفاجأة كبيرة أثارت السياة خاصة جمهورة تراجي الرياضي تونسي وكذلك مسؤولين تابقين في تراجي الرياضي تونسي سواء كرؤساء تابقين أو كانوا مسؤولين في منصب أخرى في تراجي الرياضي يعني أستاذ علي يمكن أن تقولي أن العقد المبرم بين نادي التراجي وكابتن فوزي بن زيرتي بينص أن وصوله على الأقل لدور النصف نهاية وده كان وضع طبيعي في حالة خروجه وهو الإقالة ده وضع طبيعي لكن الجديد هو رئيس نادي التراجي طب جمهور يعني جمهور التراجي كان يعني هل بيطالب بتكملة النشور مع رئيس النادي حمدي المؤدب؟ بالضبط بالضبط كابتن هو للأمانة يعني كنا حاضرين في ملعب أرادس يوم السبت حتى بعد خسارة المباراة تمام الأهلي بهدفه لهدفه انتحاب التراجي الرياضي من المستبقى الدوري على صالح في النصف على الحالية الجماهير للأمانة لم تتشتم أو لم تنتقدس سيد حمد المدى بل بالعكس دافعت عنه حتى الأغلب الجماهير يعني عدد كبير من الجماهير كانوا يتوجهوا بالنقض للمدر فوز البندرتي واللعبين اللي حسب رأيهم هما يتببوا في خروج التراجي الرياضي من دوري أبطال أفريقيا بالعكس رئيس التراجي الرياضي التونسي ممكن استقال لأنه يعني وهذا المرجح يعني بالنسبة كبيرة جدا استقال يعني بصفة شخصية دون ضغوطات دون أي شيء لأنه هو كان يضع دوري أبطال أفريقيا كهدف أول بالنسبة لي وبالنسبة للجماهير التراجي الذي طالب فيه دايما بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا لأنه تعرف دوري المحلي البطولة التونسية وكاستونس تعرف من التدويجات العادية بالنسبة للتراجي الرياضي منذ سنوات عديدة الهدف الأسمى هو دوري أبطال أفريقيا ورئيس النادي هو حمد المدى كان يعني أنفق أموال كبيرة جدا للانتدابات لانتداب المدربين لانتداب اللعبين سواء في دونس أو في خارج دونس يعني كان وضع الهدف الأول لدوري أبطال أفريقيا ولكن لما صارت الخيبة الكبيرة غير المتوقعة بالنسبة للنتيجة فنعرف الفريق الأهلي فريق كبير وكان يستحق المرور إلى دوري أبطال أفريقيا ولكن على ظوء نتيجة الزهاد صارت سياه كبير لما ترجي يتعادل 2-2 في مصر وبعدين ينهزم في دونس 2-1 بتلك الطريقة أثار استياء لما أعتقد أنه في نفس سيد حمد المدى ولهذا قرر اتقاله على الأقل رسميا إلى حد الآن في انتظار تطورات أخرى ربما تحدث خلال الساعات المقبلة لأنه في حديث أنه مثلا رئيس التراجي الرياضي السونسي السابق سليم شبوغ لي هو رئيس شريف للتراجي الرياضي أعلن أنه سيستمع بحمد المدى خلال الساعات القليلة المقبلة وأكيد أنه سيتم مناقشة أو دراسة هذه الاستقالة ربما سيحاول أكيد كبار مسؤولين وكبار تراجي الرياضي إفناء حمد المدى عن قراره والعودة لرئاسة تراجي الرياضي يعني أكيد زي ما احنا قلنا هي كانت مباراة زي ما النهائي مبكر في هذا الدور لكن طبعا يعني تفوق النادي الأهلي في هذا الدور وانتقالوا ليه الدور الآخر ده عايز أكلمك بقى على المباراة الأخرى أيضا فريق تونسي آخر بيواجهه النادي الأهلي في أقل من عشرة أيام يعني لا أصدق نفسها والاستعدادات نفسها في النجم بقى السحلي ويمكن تفوق في مباراته الأخيرة بشكل كبير بهدفين مميزين لعمر مرية أيضا لعب مصري هيواجه فريق النادي الأهلي يعني قل لي كده التفاصيل الخاصة طبعا بفريق النجم واستعداد وخصوصا طبعا أن لسه النادي الأهلي مخرج شقيق ليه في الدوري التونسي هو فريق الترج بالضبط هي مباراة النجم الساحلي والأهلي المصري ستكون مباراة حماسية جدا ومباراة مثيرة سيكون فيها التنافذ قوي من الجانبين الأهلي يمر يعني بمعنويات كبيرة خاصة بعد تحقيق الترشع على الترجي الرياضي وبقاء في تونس يعني حتى يضمن الرحل للعبية والاستعداد جيدا جديدا لمباراة الأحد المقبل أمام النجم النجم أيضا مع نوياته مرتفعة بعد تخطي الأهلي تترابس اللي هو كان تأهل منتظر يعني حكم قيمة النجم وخبرته في الكويت الإفريقية النجم مصمم حسب يعني تصريحات مسؤوليه وإصارها الفنية والعجيه يعني مصممين على تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الزهاب يعني الانتصار نقصد الانتصار على الأهلي حتى يضمن بنسبة كبيرة حتى أهل إلى النهاية تعرف المباراة العودة أيضا ستكون مباراة هامة ومباراة حسمة ولكن النجم الساحلي يسعى لزمان يعني خطوة كبيرة منذ مباراة الزهاب كما قلت يمكن هي مباراة أيضا ستكون مباراة داخل مباراة بين اللاعبي الأهلي ومهاجم النجم الساحلي الجديد عمرو مرعي اللي هو أصلا حتى سؤال يعني عن بعض التأحل أمام أهل ترابلس عن المواجهة مع الأهلي المصري يعني أكيد بتكون فيها نكهة خاصة بالنسبة له قال أنا بواجه النجم الساحلي سيواجه الأهلي طريقين أنا لعب حاليا في النجم الساحلي سيدفع عن قضوض النجم الساحلي بالطبع يعني بتفعادية كان حاول يعني يحرب من الضغوطات أو شيء كما من هذا القبيل حتى يعني يكون تركيزه على مباراة الأهلي بتفعادية مثل بقية اللاعبي طيب أستاذ علي خلينا أقول لك أن كان فيه تجربة أو مباراة أبل كده للنجم الساحلي مع فريق الآية 2007 يعني صيف غزال بيتكلم عليها أن التجربة دي تتكرر مرة أخرى مع فريق النادي الأهلي ولكن يعني الأسلحة اللي ممكن يواجه بها فريق النجم الساحلي فريق الآية وأكيد طبعا الوضع اختلف دلوقتي أنت كان نادي الأهلي ممكن بيلعب التراجي التونسي ما يخرج بطل الدوري التونسي فريق التراجي النادي الأهلي أعتقد الأمور بتبقى فيه استعداد أكثر استعداد للنادي أكثر بإراءة أكثر للمباراة يعني صيف غزال وهو بيكلم هو ما زال واصق في فريقه طبعا لتأهالي طبعا على حساب فريق أهلي ترابلوس بالضبط بالضبط هي المباراة ستكون كما أخذلك يعني مباراة حماسية النجم يعني ليس بغريب وصوله صحيح منذ سنة تلتين ودو سبعة منذ النسخة اللي فاز بها على الأهلي ما وصلت للدور نص النهائي لدوري أفرال إفريقيا ولكن النجم حاليا يعني يمتلك فريق محترم جدا فريق قوي لديها عديد اللعبين اللي ينشتوا في المنتخب الوطن التونسي عزو صفوفه في البترة الأخيرة بالمهاجم عمرو مرعي استعاد مهاجمه السابق الدولي المحمد أمين الشرميتي عنده عنده لعبين أفارقة أيضا ممتازين من طراز عالية حارس مرمى اللي هو البلبولي قاية المنتخب الوطن التونسي عنده لعبين متميزين وأيضا مدرب وأيضا فيليدي اللي هو كان يدرب في مازنبي وكان قفض فترة ممتازة جدا مع فريق مازنبي الكونغولي وله خبرة كبيرة في الكرة الإفريقية وفي دوري أبطال إفريقيا بذلك يعني أعتقد أنه النجم قادر على المنافسة بشدة مع الفريق الأهلي والذهاب بعيدا في هذه البطولة وما نمتش أيضا صحيح الأهلي يعني الترجي الأهلي فاز على الترجي اللي هو بطل ولكن المنافسة السنة اللي فاتت كانت بين الترجي والأهلي حتى آخر جولة على نقبل البطولة التونسية والنجم الساحلي كان هو الثاني الترتيب السنة الماضية في البطولة في آخر جولة حسنها للترجي اللي صالحه في مرحلة البلايو يعني بالتأكيد أنه مباراة ستكون قوية ستكون حمسية نعتقد أنه الفريقين ينطلقوا بحظوظ متاوية 50% نعرف أيضا الأهلي للأمانة هذا انصباعنا هنا في تونس والكل المتابعين بشأن الأهلي هنا لأنه فريق الأهلي ليس في أفضل حالاته في الفترة الأخيرة تعرف من نهاية السنة الماضية ولكن فريق الأهلي يبقى فريق كبير ولو خبرة عنده لعبين ممتازين عنده مترب كواكفة يعني تتمكن أيضا الخروج في الخروج من الأزمات يعني بسرعة أو على الأقل حتى بيتعثر في مباراة أو ثمين بيرجع على طول بنافذ الجديد وبيبينهر بشكل قوي سوز علي يمكن أنا كنت أسألك عن ملعب يعني ملعب بالنسبة للفريق النجم هو ملعب جيد ملعب بيشيل عدد من المتفرجين من شكل كبير يمكن قرب المتفرجين أو المشجعين للملعب ده لأرضية الملعب أعتقد بتخلي لها وضع مختلف عن ملعب سيد رادس بالضابط هو ملعب ملعب الأولمبي بيسوسة يعني لا يقل شأن تقريبا من ناحية أرضية الميدان نحن من ناحية أرضية الميدان لا يقل شأن عن ملعب رادس أو ملعب المونستير في تونس ملعب هلو طيب هلو طيب يمكن أن أستاذ علي كان بيوضح لنا جزئة الملعب أيضا وطبع نتكلم على جزئة استقالة رئيس النادي الترجي وأكيد زي ما بنقول لازم نعرف أن احنا أكيد بعد المباراة وفوزنا على فريق كبيزة الترجي في وقر داره أعتقد بيبقى لها تأثير أكيد سلبي على الفريق سواء بقى بإقالة فوزة بنزارتي المدير الفني أو استقالة حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي عايز أقول لكم أن النادي الأهلي من خلال طبعا المباراة بعد إن شاء الله يارب يبقى نتيجة إيجابية المباراة التانية اللي هتبقى فيه استاذ الجيش بورج